تبقى لما يثبت القانون توصل المحكمة اليدارية نظرة في التعون المحتملة في النتائج الأولية للانتخابات المحلية في دورها الثاني على أن تقوم لاحقا بالبات فيها وذلك في التورين الابتدائي والاستئنافي وبعد استفاء هذه المراحل سيكون الإعلان عن النتائج الهائية يوم السابع عشر من مارس القادم بعدها سيتم تركيز بقية المجلس المحلية أي مائة واربعة وخمسون مجلسا بعدما تم تركيز خمسة وعشرين مجلسا إذر نتائج نهائية لهذه الانتخابات في دورها الأول ثم تمضي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تنظيم انتخابات غير مباشرة باتجاه تركيز مجالس الجهات والأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم وعلي أفادت هذه الهيئة في بلاغ بأن الفترة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم لا تسالوا مستمرة إلى غاية الانتهاء من تركيز المجلس الجهوية وتنظيم انتخابات مجلس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وذلك عملا بمقتضية الفصل 41 من المرسوم عدد 10 لسنة 23 والفصل 50 من القانون الانتخابي ودعت الهيئة وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية إلى التقايد بقواعد وضوابط الفترة والحملة الانتخابية المنصوص عليها في القانون الانتخابي وفي القرارات الترتبية للهيئة ذات السلاء وأشارت الهيئة إلى أن خلايا رصد التابع للهيئة تواصل عملها المتمثلة في رقابته على التغطيات الأعلامية للشأن الانتخابي بصفة عامة إلى حين الانتهاء من تركيز جميع المجلس المنتخبة وأفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تلي المنصري في وقت سابق بأن عمليات القرع الخاصة بأعضاء المجالس الجهوية ستكون في أجل ثمانية أيام بداية من الأعلان عن نتاج نهائية لانتخابات المجالس المحلية في دورها الثاني مضيفا أنه يتعين على المجالس الجهوية أن تجتمع بعد ثمانية أيام من الأعلان الرسمي عن النتاج النهائية للانتخابات المحلية حينها تقوم هيئة الانتخابات بإجراء القرعة الخاصة بأعضاء المجالس المحلية الذين سيمثلون عماداتهم في المجالس الجهوية لفترة نيابية محددة بثلاثة أشهر ثم وطبقا للقانون فأعضاء مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ينتخبون بطريقة غير مباشرة حيث ينتخب الأعضاء من بينهم ممثلا للعمادات في مجلس الإقليم ومن ثم تكنت التقديرات أن يتم تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم مطلع شهر أفريل القادم كأقصى تقدير وهذا في تماهن مع رزنام المضبوطة سلفا وفي ندوة زحفية نظمتها هيئة الانتخابات مساء الاثنين الماضي تم الأعلان وعن النتائج الأولية لانتخابات المجلس المحلية في دورها الثاني التي جرت الأحد الماضي كما استعرضت الهيئة جملة من القرارات منها ما تعلق بإلغاء نتائج مترشحين اثنين في دائرتين انتخابيتين من أصل 779 دائرة انتخابية تنافس فيها 1558 مترشحا ترجمة نانسي قنقر